الحقيقة هنروح لخبر يعني بيدل على دور النادي الاهلي الكبير في الرياضة طبعا الرباعي النادي الاهلي بيجدد لرباعي ألعاب القوة الرباعي مين هم؟ إيهاب عبد الرحمن لعب الرمح وحسن عبد الجواد ومصطفى الجمع اللاعب المطرقة ومحمد مجدي لعب دفع الجلة خلينا أقول لكم الاربع لعيبة دول مؤهلين يطلعوا للمبيات أرقامهم وزي ما بيقولوا استعدادهم يأهلهم يطلعوا للمبيات لأن يخلي بالكم كورونا وقف كل شيء النادي الاهلي جدد معهم بناء على توصيات طبعا من الكابتن ياسر داود رئيس الجهاز واللي قال إنه نهدول أفضل لعيبة في مصر ومحتاجينهم طب إيه اللي النادي الاهلي بيقدموه؟ اللعيبة دي مرشحة مش بس تتأهلوا للمبيات منهم مرشحين ياخدوا مديليا ألمبي طب لو إحنا تخيلنا كده لو النادي الاهلي ما تمش رعاية هذين اللاعبين أو هؤلاء اللاعبين بشكل يعني جيد وبشكل احترافي لأن خلي بالكم يعني زي ما بيقولوا إعداد لعب للمبي دا موضوع صعب جدا لأن النادي الاهلي بيرعاهم وكمان بيعملهم عقود وعقود جيدة جدا 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 فإذن النادي الاهلي بيقدم خدمة كبيرة جدا خلينا أقول لكم ولا أخفي عليكم سرا وده مش موضوع يعني نقدر نخبه الألعاب دي أو ألعاب الجماعية دي نادر لما بتلاقي منها دخل بيجي للنادي الاهلي يعني مش يعني فين وفين لما تلاقي لعب مبيع وفين وفين لما بيجي مثلا راعي من الرعاة فين وفين لما تلاقي الموضوع دا ومع ذلك النادي الاهلي ملتزم التزام أدبي مع كل كل الألعاب دي بحيث أنه يدعمها عشان في الآخر يصب في مصلحة المنتخبات ترجمة نانسي قنقر